موسيقى مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا بكل يتابعوا دائما في طول السحور بشهر رمضان حتى يشوفوا وصفاتنا الرائعة جدا اليوم أكيد أنتم شايفين شوفوا معنا وصفة مهمة كتير وخلصت هلأ طبايخ خلصنا أكلاس صار وقت نجهز للعيد فيوم كل حلقتنا رح تكون عن المعمول أكيد كل التفاصيل بشمعي رح تكون مع الشرف امتياز بس بدي أذكركم أنه إحنا معاكم على صفحاتنا على الفيسبوك عما تيفي كتشن عما تيفي أوفيشل احضروا شاركونا اعملوا شير لأنه بتعرفوا هلأ يعني موسم أنه كلنا نعمل كعاكم معمول فخليكم متابعين معنا وعملوا شير للكل شوفوا في الحلقة وأكيد معنا جوائز قيمة جدا زي ما تعودتوا علينا من بداية رمضان لا هلا اليوم في معنا هاي اللير الدهب رح تكون من نصيب حدف فيكم بالإضافة لجوائز تانية كتير رح تكون معنا كل ما شاركتوا أكتر كل ما جاوبتوني على سؤال حلقتنا لليوم أكتر كل ما بكون من نصيبكم جوائزنا القيمة كتير سؤالنا لليوم شو بيقول سؤالنا لليوم بيقول في نبي دفن في فلسطين وسميت هاي المدينة بإسمه من هو هذا النبي وشو هي هاي المدينة اللي سميت بإسمه جاوبونا على هذا السؤال قد ما بتقدروا اعملوا شير للحلقة عشان يكون منصيبكم هالجوائز القيمة كتير 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 كيفك يا شارك أش التركيز عندك والبداية التركيز عنده صفر مبدئيا واضح واضح أنه التركيز عنده صفر خليكم مركزين معاي اليوم لأنه مباركة لكم إن شاء الله اليوم حلقتنا ستكون معمول اليوم عشرين رمضان وكأنه والله العظيم نسمي رمضان يعني مرة كتير بسرعة كتير بسيط كتير سهل فعشرين رمضان بيبلشوا الناس على بعض الظروف السنة غير مواتية ونعمل كعيك ومعمول شوفنا الناس كلاتها ما زينات برمضان ما احتفلت برمضان احنا من نسمي قلنا رمضان يعني شهر خير بركة شهر محبة سلام فمنحب كتير نحتفل فيه ونميزه ونزين بيوتنا وتفاصيلنا واضح أنه إحنا هيستني كلياتنا عارفين إيش بصير من حدات فما عملنا كل هذا الحكي ولكن ما زلت بقول إنه حتى عند أهلنا في غزة عم بيحاولوا يلاقوا طرق لحتى يعملوا المعمول مقاديره كثير بسيطة يعني هلأ التمر وتوافر عندهم خلينا نقول والسميد فأنا بعطي الطريقة وإنت إذا في بيتك بدك تعمل شي حلو اعملوا ووزعوا اعملوا واهديه عنه حدا أنت بتحبه اليوم نعمل المعمول وأنا بعرف إنه المعمول لما نعمله أنا نفسي كل سنة بيرجع بقرأ مقاديري لأنه كل سنة بيطلع معانا طاعم حتى لو يعني عملت كل شيء عملت سنة لقبل إلا ما يتغير شيء معمولي أعتقد 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 أعتقادي اعتبارا أو بتقدر تعتبروه مليوم بالمئة مئة بالمئة أزبط وصفة معمول ممكن يجلبوها بالحياة بالحياة وأنا أتحدى على تحدي مع كل شف بيحضرني بالبلاد ومع كل حدا بعمل وصفة معمول ومع كل محل ببيع معمول إنه يعمل معمول طري وهاش نفس المعمول بعملكم إياه يعين يعين في أشي يعجم لا أمشي شيء لك أشي يعجم بس خلينا أمسك معمولة وأرجيهم إياه هذا المعمول خلينا نقول معمول السميد التقليدي اللي بنعمله أو بعمله أمهاتنا وجداتنا وهي الوصفة بالذات وعمرها يعني عمر كانت أمي تعملها الله يرحمها وأمي كانت بخديتها من خالة أبوي فهي عمرها بجزء 30 سنة وتوارثة من قدر نقول يعني بس الوصفة أنا دائما بس بعمل تعديلات كتير كتير بسيطة اللي تطلع كتير طرية وكتير حلوة تخيلوا لو ضل بالهواء لو ضل وشو ما ضل هاها جديد لخير بيها لازم طبعا طبعا رح أخارم هيا بس لا بتسهل منظر هذا هو المعمول الطري وهاي المرة بالذات رح أحكي لكم المعمول رح نعملوا بسميد لحال وسميد مع أحط معه شوية حين زي ما معلكم الطريقة التقليدية حلو ولكن عشان حلقة معمول حلقة أشتغل فيها ثلاث أيام بحب أقولكم عشان تطلع معاكم بهاي الصورة والله باعد أشتغل فيها ثلاث أيام يعني عشان المعمول بياخد وقت بياخد وقت بياخد وقت طبعا بس عشان تربحوا هل ردها بالما حكيت لكم عنها دينا هل ساعتين حكيت على فكرة وجهتهم إياها المعمولات الحلوين هذولا بالفسق الحلوين هل ما رجيكم يوم والله إنهم بجنين ورح أشكلكم يوم بأكتر من طريقة اليوم رح نعملكم ست سبع طرق للتشكيل ورح نعمل منه كعك أساور بالنفس العجينة أوكي وعجين تسميد رح تكون بس إذا ما بتشاركوني في حلقة اليوم وعنجد بتشيروها لأكتر مرة بتشير في هاي الحلقة شفتوا أنا شو عملت يوم الخميس أجلت السنساء والله أنا خبروني وخلبيتوا لبكرة صدقوني والله العظيم رح أأجل الليرة وأخبيها لبعد بكرة أنا الكسباني أنت وش طارتكم عاد يعني شو المشاهدات اليوم كتير قلية آآ شعج مرودة أيوه شايفين هيها يعني لهلا تقدروا تعتبروا أنه الليرة الذهب مروحة معنا على البيت لهلا لا نشوف إحنا أنت وش طارتكم خلينا نشوف هيك مشاهدات عالية لحتى تربحوا معنا جوائز أنا شاكولي على فكرة عنك أنا محضرت الحلقات أنا اسمعي بكون تعباني بالحلقات كتير وجابت له جوائز كتير كبيرة ومميزة وبعدين بلاقي المشاهدات تكون قليلة والله بحزن آآ طبعا أعرف ثلاث أيام اللي بشتغل بوصفة المعمول يا جماعة ثلاث أيام والله عشان أطلع لكم بوصفة سهلة وسريعة تضبط معاكم كلكم بعدين ألاقيها شو مو محرزة للوصفات ولا الهدية آآ تخيلي عن جد فحقيقي عملت يوم الخميس هذا الحكي حكيت إذا المشاهدات ما كانت كتير منيحة وما كانوا متفاعلين معاي رح أخبي معاي وظلت رمضان عمل هيك وخطأ اللي صار فالسنسان رح تشوفوه بكر بلا أنا عتفاعل اليوم ما كانت فاعلهم اليوم كتير كبير هاي الليرو ده بأكد أتشكر شركة الجزيرة طبعا أنتم تعرفوا موظفات الجزيرة الموجودة دائما بفطور سحور معاي بكل تفاصيلي بكل بيتكم منتج أردني محلي عالي الجودة بنحكي عن سائل الغسيل بنحكي عن مناعم الملابس اللي بتبطل كوي عندك صعب لما تحطي مناعم الملابس وريحت بظلها مفحفيها حلوة بنحكي عن سائل الجليم بنحكي عن كل تفاصيل مواد التنظيف البديكياه لبيتك دائما نختار الجزيرة موجودة بالمؤسسات سوبر ماركت هايبر ماركت فارح ربحوكم هاي الليرو انتم حرين والله إذا طلينا هيك بكرة بربح السمسال والليرة بكرة إذا كانت لبكرة تربحهم تنتين مع بعض بس كمان بكرة بنا نشوف مشاهدات عالية يعني البكرة برضو إذا ما في مشاهدات عالية لا لا شوفي موئز علي أنا شايف اليوم تسعة وتسعين بالمئة الليرو ما أخذتها معي تركينا لكم لا أحرام تسعة وتسعين بالمئة تمانين بالمئة ماخذتها معي بس منعطيهم فرصة لسه لسه ليرتي هي ليرتي على كل حالة اه ليرتك او الله فهي ليرتي هى أصلا ليرتي أصلا لك فهيدات مش هعطيكم إياهم الآخر طيب بنا نحمل المهم فحكيت لكم رح نعمل معمول خلينا أورجيكم عملتهم بفستو بجوز بالسميد اليوم وصفة كاملة بالسميد بس رح نعملها بأكتر من طريق التشكيل و رح نعمل الحشوات رح نعمل كل شيء كل حدا بالسنوات الماضية على مدار الاربع سنين المرأة وعمل المعمول على طريقتي بيعرف قدي معمولي زاكي كتير زاكي من درجة انه انا حقيقية سيبك من كل المزح اللي بكون بمزح بدي افتح محل داي مدام بقول بس بدي ابلش بشي كنت حابة يكون عندي محل مخصوص فقط في المعمول زي بليبنان وسوريا عنهم محلات مخصوص فقط للمعمول والكعب بس فهذا كان هو يعني واحد من أهم أحلامي المهم هاي بالفستو الحلبية أورجيكم إياها طلعوا يعني اسمعي انا بحب كتير مأسكاها طالعة مليانة بعدين الحشوة لا بد انها تكون مليانة حاولي ارجع لزقيها عشان خلص كتير خربنا تنتين وهدول بنتعب عليهم احنا بناخد اول اشي اهم اشي بالمعمول اهم من الحشوات اهم من اي اشي تاني يزبط معي ما يتح بالفرن ما ينشف لانه احنا بنعف انه بنعمل معمول كميات كبيرة ونخليها لوقت طويل يعني لا ناكلها بنفس اليوم صح صح رحنا ناكلها على وقت طويل فبدنا ايام ما ينشف حتى مع الهواء حتى لو ما احتفظ فيه كتير كويس فحكذا نحن نعمل معمول رح نشكله بأكتر من طريقة رح نعمل حشواته كاملة ورح نعمل اليوم كمان عفوا كعكل الساور بالسميد خلينا نحن ناخد المعبير نعمل السميد رح نحتاج كيلو سميد الفرخة من حبيبة ستورز كوب طحين من حبيبة ستورز كوبين ونص دهن سمنة او زبدة من البلقاء كمان رح نحتاج نص كوب سكر بودرة من شعبان معلقة صغيرة محلب ونص معلقة صغيرة مستكى معلقة كبيرة بهارات الكعك ربع كوب ماء زهر من شعبان كوب ونص حليب سائل من المراعي ونص معلقة صغيرة خميرة إذا نرجعنا لكم وصار الوقت لحتى نبلش نشوف كيف نعمل الكعكو المعمول بطريقة مضمون كتير وهي أنا عم بشوف كمان عفكرة بالتعليقات أنه عملناه سنة الماضية وطلع مية بالمية أنا بشوف كتير ضابط والله العظيم بالذات المعمول أقول لك شغلة أيام كتير كتير أول شي بعرفوا سنة الماضي وصلني مايو وقارب 30 ألف تطبيق ما أحلى على نفس الطريقة نزلت بوست على فيسبوك وكتبت اللي يطبق طريقة المعمول يحط لي 30 ألف تطبيق الأحلام أكيد ناس ثانية كتير عاملة كتير ناس تعمل معمول هؤلاء أصال متعارف جربوا معمول امتياز أعمل معمول على طريقة امتياز رغم أنه كتير شفات بعمل وصفات كتير لطيفة وكتير زاكية ولكن أنا بقولكم أنا بعطيكم معمول رح يدوم عندكم يعني شهر وشهرين ونفس الطراوة ونفس الطعيم وكل إشي بالعيار الصح أنا زمانات صراحة حتى في بيتي بعملوا بدون عيارات خلاص النظر بتصير مع الوقت بس هني دائما بعملهم إياه على العيارات نبدأ أول إشي بالسميدات أهم إشي دائما بالمعمول نستخدم نوع السميد يكون كتير كويس شوفوا اللي السميد اللي أنا عم باستخدمه ملاحظين قد ناعم هذا نسموه سميد فرخة بالنسبة لي في ناس بتخلط سميد ناعم مع سميد فرخة في ناس تخلط سميد خيشن مع سميد ناعم كل واحد بيعمل معمول بطريقة أنا بحكي لكم الطريقة هاي هي صح مية بالمية رح تزبط معاكم مية بالمية بدكم تستخدموا كمان أي نوع من السميد فيه أكيد عندنا سميد من حبيبة حلو سميد رائع بيجي ناعم بيجنن تقدروا تستخدموه طبعاً موجود بحبيبة للتمويل موجود بسبر ماركت هاي فر ماركت موجود بالمؤسسات هاي سميد قطري يعني عندنا كمان بجنن آه تمام حلو أنا منستخدمين هون بوصفتي سميد فرخة تمام امتياز أنا عايشة ببلد ما عندي غير سميد خشن عايشة ببلد ما عندي غير سميد ناعم عايشة ببلد ما عندي غير سميد وسط هلا أنا حاطت لكم معيار السمنة هو أو السمنة والزبدة كوبين ونصف الكيلو بس ننبلش بالكوبين وقبسهم ولقيتهم تشربوا وصاروا عندي مثل هايك بكبتلهم بكبتلوا معاي معانات أموري تمام حلو إذا استخدمت أنا سميد خشن مع سميد ناعم بحتاجة شوي أكتر شوي أكتر فنوعية السميد بتأثر معاك على كمية السمنة فخليكم بكل شي بالعيار أول شي كيلو السميد يا ستة العزيزة بياخد معاي كوب من السمنة عفواً بياخد هو سبع أكواب أكواب معيارية هاي الأكواب معيارية أنا جايبيتهم من دريم هومي جماعة سواء السلس أو البلاستيك سعرهم كتير رخيص هاي بالضبط هاي هي مئتين وخمسين ميل اوكي مئتين وخمسين ميل بحاير فيها كل إشي اوكي هاي قديف أكم واحدة منها سميد هلا الكيلو سبعة 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 اوكي ودي أحكي لأدريم هومي شكرا كتير لأنه اليوم بعطولي كمان نصحون تقديم الكتير حلوين هاي شكرا في أشياء أنا جايبيتهم عندهم من قبل من بيتي في أشياء أجبناها اليوم عندهم كليكشن بتأخذ العائل بأشياء اللي بخط فيها المعمول والكعك والبوتفور حلوين كتير تمام فأنا عندي قلت سميد فرخة سميد خشن سميد ناعم شو ما كان نوع السميد بس بدي أدير بالي على كمية السمنة والزبدة حلو هون السميد لأنا بس أخدميته فرخة لما تشتروا السميد قلونهم بدي سميد فرخة ما عندي ناعم بس أخدم ناعم ما عندي غير خشن بس أخدم خشن بس بدي أقول لكم هلأ شو الفرق هون حطيت على النار دوابت سمنة وزبدة حلو تمام حطوا العيار الأكبر سمنة والعيار الأقل زبدة أحسن نخلط لتنين يعني لازم لاتعملوا عزل لحال لتحمل زبدة لحال بحفة لتنين برى زبدة لحال بحفة لرب واحد Trubadaอก للعرفة آنة غريبة لما تضع المعمول العزل للمعمول لا يضع coloured vacun78 إننا سأخبرون لزيط ححنا أتمنى أنا هنا كيلو ليأخذ كوبين إلى كوبين ونص من الدهن الدهن هو عبارة عن زبدة، أنا مثلا أضع كوبين إلا ربع من السمنة ونصف كوب من ناتذبدة حلو يعني أضع العيار الأكبر السمنة تمام؟ تمام إنتم ن Likewise لأنني أريد أن أخذها معي، لأنني أرى أن أخذها معي. حسنا، أضعها في الأفق السبنة. هناك تعليق مرة أخرى. لقد أخذتها. قلت أن أقرأها، تقول لك فيولا القصاب، تستاهلها يا شيف، نشارك بالبرنامج حتى لو لا نربح. ملطف، شايفي. نريد هذا النوع من التفكير. لا، وبعدين اليوم بالذات، دائماً أقولون أنني أتحدث كثيراً، وحجة الحلقة، اليوم بالذات عملتها كاملة، وصفة معمول واحدة الرئيسية الأساسية. حتى نعطي حقاً. إن شاء الله أعطي لكم كعك بالتمر، وكمان عملت لهم اللي هو كعك الأساء والفلاحي، عملت لكم وصفة المبتكرة اللي أنا طلعت فيها، وهي وصفة معمول السميد بربع ساعة. هذه الوصفة، هذه إجابة عشرين مليون أول مرة نزلت الفيديو، وعملوها كل الشفاعة على طريقتي، ونزلوا وقالوا في كتير ناس أنها يعملها على طريقة امتياز. نروح على الدهون، عندي هون سبعة كواب أولا من السميد الفرخة، بدي أحط عليهم هاي، شوفوا كله بنفس الكوب، كيلو سميد، هاي عندي هون سمنة مع زبدة، خلينا أحكي لكم الزبدة المستخدمية والسمنة المستخدمية عشان تعرفوا السمنة اللي بقدر أستخدمها. أنا بحب سمنة، هاي شوفوا أشيل الليرة. لا، لا، شو تشيل الليرة، هاتي أنا بمسكها بحملها و بحطها بقلبي. حطيها لأنه والله العظيم رحنا أخدها أنا وياكي نروحها اليوم، إنتقسمها إحنا تنتين وخلاص من أي حال. طيب خلينا أقول لكم أول إشي أنا جاي به هون سمنة البلقة. هاي سمنة البلقة عندي فيها نكهتين، سمنة البلقة بنكهة الزبدة اللي هي هاي في الحجم الصغير في الحجم الكبير بتقدر تستخدم سمنة البلقة لبنكهة السمن البلد. حلو. اللي بدي يستخدم نكهة السمن البلد يدي يعرف أنه نكهتها رح تطلع فيها السمن بلدي. أنا اللي المعمول بفضلي للصراحة للسمن بنكهة الزبدة. أه آآ أنا هيك. فأنا أفضل تأخذ سمنة البلخرى من نكهة الزبدة ونضعها زبدة وتعطيكم نكهة الزبدة بالمعمول وتعطيكم طراوية كثير أطيب فأنا هون حطيت كوب لأنه سميد فرخم يحتاج معي يتبسوا عشر دقائق عطول يشربهم هؤلاء على العيار، أريدكم أنه سيأخذ معي حقيقي كوبين ونص من السمنة هلأ كمان شغلة دينا مهمة دائماً بس تبسوا السميد في ناس عايشين بدول كتير حرة يعني شو بيلاقوا أنه السمنة أو الدهن اللي هوني حطوه كميته صارت على وجه السميد هذا معناته أنه أنا ناقصني شوية السميد ما فيها مشكلة حطيت شوية السميد برجع بزيد عادي عادي يعني موضوع المعمول ما بيخوف أزيد أناقص ما بيخوف يعني هي المهم نوصل للنتيجة بالآخر اللي إحنا بدنا إياها شوف هذه الكوب الثاني، صار عندي كوبين، هذه بدي أخذ نص أنا ولاحظوا أني أنا بدوبة السمنة مع الزبدة لدرجة حرارة المطبخ وهذا إشي كثير ضروري، مو سخنة، في ناس بتأدح السمنة وبتحطها قلبي تقول لك بتخليطها، لا، لا، منا نحفظ يا جماعة إحنا من ناخد أشياء تخلينا الأشياء أحلوة من غير ما نحفظ حفظ يعني التجربة بصير تخليك تعرف الصحن الغلاء، طلعوا هلأ مع الكوبين إذا أرجيكم أدي أن الكوبين ما بيكفوا، هذول سبع أكواب صح؟ بسيتهم بكوبين من السمنة والزبدة لما أعجي أمسك، برافو عليك، طلعوا، لما تيجي تمسكي تضغطي تحسي تطلعي؟ لسه بفتفت يعني، بفتفت، كمان واحد، لا تضغطوش كثير 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 زي هيك آه يعني، لأ، بس برضو أشياء، يعني حتى لو ضغطت كثير كثير، شوفوا الكوبين برضو برجعه، برجعه، ما بتتماسك، رح أحط النص كوب الأخير، وهذا يعتمد على نوع السميد اللي عندي، الخشن بيحب السمنة والزبدة أكتر، فممكن ياخد أكتر، وليه زمان كانوا أمهاتنا يخلطوا، لأنه في كثير ناس لسه مقتنعة أنه لازم أخلط ناعم وخشن، وخشن، وفرخة، والفرخة ما بزبط، زمان كان في العالم ما في غير نوع سميد واحد، عزمان أمي، أمهاتكم، جداتنا، فكانوا يبسوا لمدة أسبوع لحتى السميد ينعم، ويتشرب النكهات، اليوم الحياة طورت، صار عندنا سميد الفرخة قريب كثير للطحين، صار عندنا السميد الناعم، بجرنا السميد الناعم، صح، يتبسي يوم، يومين، بيطلع بجنن، طلعوا لي هلأ، أنا بس طلعوا، هلأ بدي أجي أمسكهم زي هيك، وأعملها تمسك معي، لازم تمسك معي، بس أبسهم مني، آه، هيك إحنا بنعرف إنه كمية الدهن خلينا قولي هي السمين، هلأ هو، شوفوا، عشان أنت تحكي ليش المسياز ما نتنشيش على العيار، هلأ بدي أرجيكم كيف أعرف تعرفوا أنه صح، بس بدي أأخد كمية أضغط عليها، ولازم أضغط عليها خلاص، تمسك، تمسك معي مثل هيك، ولما أجي أضغط عليها برضو تتفرفد معي بسريع، عشان إذا تجبلت معي، ولما تجبلت، عملت فيها زي هيك، ما تفرفدت، معناها تسمني تزيادة، بدي أزيد سميد، بدي أزيد سميد، حلو، عشان فيزياء، لا، ليس فيزياء، بس عشان أنا الأمهات اللي بيحضروني، بيعملوا معمول فهمين علي، تمام؟ آه، المتعود بيعرف، هاي، المتعود، حتى لو بديوا عملها أول مرة بديها تضبط معه، هلأ، اتطلعوا مرة تانية كونا كرام ما فهمت، هلأ أنا حطيت كوبين ونصبت، والله في من الدهون، هذين كوبين ونصبتهم على مراحل، تمام؟ بعدين بجيت بسكة القطعة زي هيك، ايا، اتشكلت معي، لما أضغط عليها برأيلي الساعة مفرفل، حلو، هاي، شايفين؟ لما بدي أتركوها، طبعاً بحب أتركوا 24 ساعة مبسوس، أيوة، شوفوا كيف، ولا ذرة الزيت أو سمنة أو دهن قصدي على الوجه طال على أطراف الصحن، يعني نتطرد أنا زدت يعني غلطت وزدت اطلع في زيادة او الكوب اللي أنا مستخدميته والبيت مش كوب معياري يطلع عندي سمنة زيادة شو بعمل بكل بساطة بزيد شوي سميد اه وخلص ثاني يوم لما مسكتونا شفو عادل وزدت لي مع بقتين زلد أو مع بقتين سمنة ما فيها مشكلة ما تقلقوا ما تقلقوا ما تقلق المهم يكون عندكم هاي فالموضوع بسيط قال المهم انه نحفظ النتيجة اللي بدنا إياها ونوصل لها بغض النظر شو زدنا شو قللنا برافو عليكي تمام طيب احنا في عنا كمان قبل نطلع فاصل في عنا أسماء رابحين خلينا نشوف مين أول رابح بحلقتنا لليوم وشو جائستو رح تكون عنا أول رابحة هي ابتسام عليان ألف مبروكي ع ابتسام جائستك مقدمة من اللوتو وهي عبارة عن 25 بطاقة لوتو أما الرابحة أول رابحة الثانية بهذا الجزء من حلقتنا فهي هيفا الواكد ألف مبروكي هيفا جائستك عبارة عن باكيج مقدمة من الجزيرة ألف مبروك على الجوائز بأول جزء من حلقتنا لسا معنا جوائز كتيرة من هولا نهاية الحلقة خليكم معنا عشان تشوفوا طريقة الكعب والمعمول إذا نرجعنا لكم أهلا وسهلا فيكم مرة تانية مكملين معاكم بحلقتنا اليوم اللي نضمو لنا هلا لازم تعرفوا أنه اليوم حلقتنا كلها معمول بما أنه هلا وقت نجهز للعيد ونعمل معمول بالبيت زي ما نتعود دائما كل سنة من جمع العيلة من جمع الجارات بتجمعوا الإخوات مين ما كان يكون لهم أنه لازم يكون في جمعة لحتى نعمل المعمول اليوم عم تعملكم نشوفوا امتياز طريقة المعمول المضمونة 100% للناس اللي مش دائما تزبط معهم وما بطلع معهم زي ما هم ما بدهم ولازم كمان تتابعونا عبر صفحاتنا على الفيسبوك عمان تيفي كتشن عمان تيفي أوفيشل وتجاوبونا على السؤال مين هو النبي اللي اندفن في فلسطين وسميت المدينة على اسمه كل ما جوابته أكتر كون معملتو شير أكتر ولايك للحلقة لحيكون من نصيبكم جوائز كتيرة وأهمها هي هاي الليلة الدهض الليلة حاخدها اللي شكل نوع رح ناخدها ونروح مش شكلها هلأ شوفوا إحنا مصلحة ناخدها ونروح نحن عشانكم يعني أنا كنت ماضيتم تبيني بالمي بداية الحلقة أنا رح أخدها هلأ رفعت النسبة لـ 85 صحيحانة بالحلقة يا جماعة شائحانة معمول يا جماعة أكيد لمهدي لكم كمان هاي الليلة أكيد مهدي لكم إياها لأنه حابين لكم تفرحوا فيها احنا قربنا على العيد احنا يعني بآخر عشر أيام العيد دافتة واربعين ونو سبعين تلاتة واربعين وسبعين يعني 44 دينار خيالي يعني يعني هاي بعدين إنجليزية حبيبتي آآآ يعني هاي أبو مبلغي يعني ميح أنا اللي عندي إنجليزية بس مش عارفة ببعوة رشاديب الإنجليزية في الجزيرة آآ أعتقد إنجليزية آآ أعتقد نشوف أكل حال أنا عم بعمل المعمول على قولة ليفون ليفون أكتر حدا مغرب بمعمولاتي فدايما رام بقول أوصل هلأ أحلى شايفين الشكل وشايفين الطعام والله يا رامي بيحكوني أنا معمل معمول كثيرe وإنت السنى الماضي أخدت فأنا متذكرتل لك آآ آآ أنا سنى الماضي أخدت شوك بدنا ندوء تباع السنة فإنت السنى الماضي ماخد يعني ودايق يعني دك اندوه الأبدال آآ أنا شافيكيه لا عزقا ما زلاء أقولي بدي صحي حسي أقيد لك واحد مع مضيا في حلوة مرتبة من دريم هوم أيضا حتى تكون جاهزين للعيد لا 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 هذا الزودوها ما عليكم إن شاء الله يعني تجربوا هذا المعمول يعني على طريقتهم يزبط معاكم إحنا بلشنا فيه ونصفر رح أرجع لكم للناس اللي بتضمونا ولكن بدأ أرجع أذكركم كمان الناس اللي بدهم يشاركوا معاي مش مس عشان ليلة الذهب ولا عشان السنسان أنا عندي هدية أهم من هدول طبعا إحنا معنا كتير هدايا على مدار الحلقة رح تفوزوا فيها بس الهدية الكبرى اللي هي أول هدية تفوزوا فيها في عالم برامج الطبخ على التلفزيون هو مطبخ الأحلام مطبخ الأحلام رح تفوزوا فيه بنهاية شهر مضال مباركة احنا بنحكي لأسبوع الجاي آه يعني مضال يعني مضال ماكم وقت لا حتى تشاركوا هي عم بطلعوا لكم طبعا العالمين المطبخ الأمريكي والألماني اللي بدأت شكرهم منه حبوا يهدوكم مطبخ مطبخ أحلامكم لحتى تربحوا عندهم ثلاث فروع الفرعي الرئيسي أكيد في شارع مكة وعننا شارع الأدس وعننا إربد وعننا أكيد بالعقبة رقمهم بطلع عنكم على الشاشة زائد من هون يعملين خصب 50% جماعة تقدروا تستفيدوا منه لأي حد عم بركب مطبخ خلى لأي حد عم بغير مطبخه وعامل تفاصيل تاني في البيت زي مثلا أنا مثلا طاولة الصفرة تبعتي صدوق اليوم اليوم بدأ أصور لكم إياها آه ورجلنا إياها عامل أحلى وأغرب طاولة صفرة بالعالم كتير حلوة صح ما فيها خشب كتير بلا تذكري عملتها برسلام بطريقة كتير حلوة ورجلتني إياها وكتير حلوة وكتير غير زي ما أنت قلت يعني مش من الأشياء التقليدية المتعودين عليها مشوفها دائما متحسينها خلص منختلفة وبطبخ بيتي كمان من عنده مطبخ كمان هنا فطور الصحور وبهار ونار كمان من عندهم فكيف تكون تفوزوا بهذا المطبخ بتكون تشيروا قد ما بتقدروا لحتى وتجاوبوا على سؤال أسئلة حلقتنا اللي بتكون معانا خلال شهر ربضان المبارك لحتى يفوت أسمكم على السحر ومو كل حدا رح يفوت اسمه على السحر هو أكتر حدا عامل شير وهو أكتر حدا بيعلق الفيسبوك هلأ صار فيه خاصية جديدة بيسموهم طبفان بيطلع لك بهذا اليوم عندك هدول عشرة كانوا طبفان بالحلقة لون أكتر مثلا عشر عشر تلاتين شخص علقوا بيطلع اسمهم من الفيسبوك هدول رح يروحوا معانا لآخر شهر رمضان المبارك لحتى يفوزوا يعني انت زي بتعلق مرة واحدة بتجاوب مرة واحدة ما استفدت شي مية بالمية طب ممكن انا اربح يعني اذا بشتحيلي اولا لا اذا انت لاي اسمي مثلا بتحكولي لا دينا احنا من اعتذر لا ارحنا 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 اقول اكيد ربحوها اكيد غشو احنا ما منحب نغشب خلص معنا طبعا والليرة الذهب طبعا هاي ليرتي قلتلكم فانا عادي ما عندي مشكلة اروحها على بيتي ايها ليرتي ام وعفكر هاي صحتين وربحها من اثنين كمان من أروس تايقب ربحوكم وعنصة من الدهب نهاية شهر رمضان مبارك وكما مية دينار كل يوم يعني بكل مكان ربحنين عانت دوان نتفوجينك ربحنين يمين نشما ربحنين اه مية بالمية وعلى الساعة خمسة ان شاء الله رح يكون حلقتي الثامنة من عزومتك علينا مع شعبان معاين خمسمية دينار كاش على الساعة خمسة بالضبط على صفحتي على الفيسبوك بدياكم تحضروا الحلقة حلو طيب نرغل حلقه للمعمول عشان الناس اللي عم بعملو معي تمام مول مرة سبايا اللي اتزوجوا مرغوة يعني بتمنى انها تعمل معمول بتمنى انت عملتي معمول صراحة لا ولا مرة اتشجع إذا دينا هلسة عملة الزيتون والمكدوس بتاعفي انه المعمول اسهل عم تمزحي عشت يا الله يعني اشت حيلي اعمل او 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 عانجد اسمع بكرا جاي عاملو جايب سحل جايب سحل الدوئينا لا مش بكرة انتي كمان يعني احنا عيدنا بعديكم بفترة قصيرة فممكن قبلش اعمل على البكير عشان طب هلأ بدي احكي لهم للناس اللي حابين يعملوا السيام لانه كمان اخوانا المسيحيين حبايبي عندي عندي متابعين كتير كتير كتار منهم واناك دائما دائما بس اقابلهم ويشوفوني واشوفهم يا الله شو مبسط فيهم يا الله شو عب وقلبي محبة فبعثوا لي بمتياز عمليني وصفات السيامية انا الصراحة بحاول اعمل بكل حلقة يعني وصفة وحدة سيامية عشان تاخدوها من ضمن الافكار المعمور سعطيكم طريقة كيف تعملوه سيامي اول اشي انا بستخدمي هون السمن النباتي وين هون سمنة الحلوة وين راح تسمني يعني اهم اشي بالحلقة اليوم تقدروا تستخدم برضو من عند البلقة هي المارجريتا زبدة المارجريتا تخلطيهم مع بعض السمنة مع الزبدة من عندهم خلاص هي عندك هيك الوصفة تمام طب انا بدي اعجنها امتياز وما بدي اياها يكون فيها طعم الحليب عادي بقدروا ما يحطوا مثلا حليب اللوز يعجنوها بحليب اللوز اوكي حلو عرفتكي احنا مكون يعني قدرنا نعمله سيامي هلا احنا نعمله بالعيد بس اذا في ناس جعبالهم عم بتشاهوون جعبالهم يعملوا سيامي هاي في في طريقة كمان تعملوه عشان تاكلوا يلا نروح اول اشي هلا احنا طب اسمعين بدي اعمل احكي لهم شغلة سريعة جدا احنا بسينا اخدوا مني عنجتكو بينو نصب بالعيار بالمتكة بس ممكن نوع سميدكم يحتاج اكتر يعطلعوا كيفيك هاي بعد ربع الساعة هاي صلو ربع الساعة هاي نفس اللي بسيتو هاده مفروض يرتاح 24 ساعة هاي طريقة المعطيتكم اياه مفروض يرتاح 24 ساعة عشان نلاقي اللي سميد تفتحت حباته معاي طري وعطاني نتيجة وطعم ألز حلو بكرا رح نعمل وصفة التانية اللي هو المعمول بربع الساعة هذه الوصفة مختلفة بمقاديرها تماما مختلفة حلو هلأ بدي اعجي اعجنه بدي احط لما اعجي اعجنه لما اعجي اعجنه يعني انا بسيت السميد لحاله ما بضيف عليه ولا اشي راح احط معاك كوب من الطحين واكيد طحيناتي زي ما انتو بتعرفوا الطحين بهاي الوصفة نوعيته كثير مهمة كثير مهمة حلو لازم يستخدم طحين متعدد الاستخدامات او الطحين هاي خليكم تستخدم طحين حبيبة برضه موجود بكل بحبيبة التمويل موجود بسبر ماركت نوعيته كثير كويسة والطحين لازم يكون منخول ضروري اوكي عندي كل كيلو هو بده بالعيار السكر كوب حلو بس بطلح حلو لانه فيه تمر اوه ما في داعي لكون كثير حلو وانتي اذا جبتي نوع تمر حلاوته عالية بصير كثير غط على قلبك كثير انا بفضل تحطي نص كوب تمام بس هو عياره الصح تحطي معاك لحد كوب بس اذا بدكم نصيحتي ما بتحبوه حلو كثير اه انا ما بحث صراحة ويغط على قلبكم لما تاكلوه حطوا نص كوب انا مستخدم هون سكر شعبان وكل اياتنا منعف انه سكر شعبان سكر نعم الحبيبات وحطوه محضرة الطعام وبطحنه حلو برضه سكر شعبان بربحوكم كل يوم مئة دولار بس خودوا الكوب الموجود جوا كيسة السكر ودخلوا على صفحتهم حلو تمام انا احاس حالي بحكي كثير شوية لا اوضل مش كثير بالعاكس عادي لا اكملي بالعاكس عادي طعم حلو بدي احيي احط البهارات اللي بديها تخلي لونه تضله حلو زي اللي انا عملت لكم يا بنفس الوقت طعمته كثير زاكية اوكي لانه يمكن اذا كترنا شوية بغماء بالزبط الصدمة انه المعمول اساس نكه تبتيج من ماء الزهر ومن السمنة والزبدة المطيبات اللي بتحطي عليها زيادة هاي بهارات الكعيك المطيبات اللي بتحطيها زيادة عشان تضيف نكه هاي كلمسي زاكي زيادة على المعمول اوكي بس متى ما كترتي غمأتي لونه ومرر اوه ومرر اوه ومرر اوه ومرر يعني كما نكها سيب استكليب تحسي فيه مرار بتنبه اوكي اوكي فعندي انا الكيلو بديه بس معلقة ما تكتروا عن معلقة اوه هالقد قليل يعني معلقة مش قليل معلقة مش قليل معلقة اعيار ممتاز ممتاز ليعيم هذا شوي اوكي تمام المعلقة اعيارها كتير مميح عندي المستكة هذه علبة زي هاي حقها دينار صح مسبوط هاي هاي حقها دينار هاي كلياتها بحط معها أربع معالق بحط معها أربع معالق من السكر وابتحنها محضرة الطعام بحضرة العلبة كاملة من المستكة العلبة كاملة بحضرة واسه عدتها لكتير وصفات او بحضرة معلقتين سكر تاخدي تلت حبات او أربع حبات تعمليهم مع معلقتين سكر قبلها فأحذري طعم المستاكة بالذات في المعمل سيفر آه مع أنه كتير لنكهتها ضاكية اللي شو احبها نكهته ضاكية ولكن الكضيات هو حقيقي حيث أن تأخدك لكل الطعم المرار صح. 100% بعد ما طحنته بعدما طحنته لأخذ 0.5 معلقة صغيرة فى الأد آه بعد ما طحنته آه هاهي، شايفين هذول؟ هذول تقريبًا 8 حبات من المستاكة مع السكر طحنتهم مع 4 معلق من السكر سأأاخذ منهم ونظروا كيف محلب معك تحطي مجال لعند اللي هو البكيت هاي معلقة صغيرة تمام هاي للعيار مرة تانية على السريع لان هيك خلصت الاشياء احطها حطيت كوب من اللطحين حطيت عليهم نص كوب لكوب من السكر البودرة بناء يكون بودرة وحطيت مع المستيكا والمحلب وحطيت مع ابهارات الكعك ابهارات الكعك بدكم تسألوني شو هي هي اللي فيها شومر ينسون فيها المستيكا وفيها المحلب بحطوهم بعيارات معينة احنا منحطهم وبعدين نرجع نضيف لهم مرة تانية اللي هي المستيكا المحلب عشان نزيد ريحتو ريحتو لازم تكون مميزة صح مية بالمئة اريد اعجي اعجنو برضو اللي عياري بياخد عندي كوبين من الحليب السائل يكون بدرجة حرارة المطبخ لا دافي ولا بارد عادي بطلعي من التلاج ونستخدمه انا بس اكداء انه لانو تطلعو لي ايام التلاجة شوفي ادي بدي احط خميرة نفس المعلقة الصغيرة طلعو لي ربعحة ايها شوفت ادي بحط خميرة الناس اللي بتقول لي بيضيع معاي الوجه يا امتياز الوجه تبحها بيروح وانا عم بخبصيها لانا بتنفش كتير لانك بتحطي خميرة كتير المعمول ما بده اهلا ما تقدر تستغني عن الخميرة الخميرة بتساعد انه يضل قوامه طريع عشان تعارفين كل اشي في هاي الوصفة بده بنحتاجها كتيره داعي يعني لا تستغني عنها ضروري بس قلت لكم الخميرة احلم نيا لانه اذا ما حطتي خميرة بصير بحجر اسرع خميرة ضرورية بس مش كمية كتير كبيرة لانه المعمول انت بتعجني فيه لا تشكلي لا تحشي لا تحطي بالفرن مرأة ساعة صح فخلص كمية كبيرة خليتي زي العجينة خليتي معجن بعجن تمام هيك كل مقاديري صارت تنقيش على الفاضي بعدين برافو تنقيش وبصير لا وبصير زي الخبز زي ما ناكل عجينة خبز هاي الوصفة رح تاخد معي من كوبين لكوبين ونصف برضو من الحليب السائل اذا انا عملتها صيامي بحط حليب اللوز اه اوكي طيب قلنا مدنا نكهة لذيذة حلوبة من نجيبها ماء الزهر ماء الزهر اكيد انا بس اخدم ماء الورد وماء الزهر من الدرة باخد تقريبا ربع كوب على الكيلو بديو ربع كوب لا بتطلع لك احتو بس بتطلع ريحتو بتطلع هيك زي وانتي بتاكلي بتحسي بطعمتها بس لانه برضو ماء الزهر اذا انكتر نفس الشي بيمرع ويغطي على كل شيء ويغطي على كل النكهات التعليب فربع كوب هو بعيار صح مية بالمية ماء الزهر ماء الورد كلياتهم موجودين طبعا العسل اليوم مستخدميته كلهم موجودين بالدرة اللي هو بتقدر تاخده من الدرة ماركتنج تقدر تاخده من اي سوفر ماركت اي هاي بار ماركتنج هلا بس ااجي اضيف الحليب هيك خلصنا انا بدي اعجن تمام 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 اي شهادة هذه المعمول هيك عجن تنسو لي اياها بتناشى نفيش غلنا بالإيه هذه الماضي اه اصحكم لانه هو السميد المتبه عجينة صارتحين صح من تحت لفوق وبعمل باصابع هيك مرة يعني هي من تحت لفوق ورح اعمل باصابع هيك ليصير عندي يتشرب كل كمية الايش الحليب حلو ولاحظوا رغم ان انا بعرف على العين وبعرف على النظر انا ما زلت بحط الحليب بالتدريج حلو لكي لا تضعيه مرة واحدة وتبعتني والله امتياز صلع معي كثير من اي لانه متى ما ضفت الحليب ما في تصليح خلص بصلح لما احط الدهن بس ما بصلح لما احط الحليب حلت الحليب خلص اه طلع حتينا كوب ونص احنا هاي النص الثاني رح تشربه يعني انا بتاخد معي العجينة كوبين بالظبط حلو رح تاخد معي كوبين بالظبط بس ارجوكم بالبيت ارجوكم 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 بالتدريج زي ما عملت كوبين بالظبط عيار ممتاز حلو شايفيه كيف على القد طلعي كيف هيك وهي عمتنعجل معي اه شوفي كيف مقحلها ما شاء الله العجينة ريحتها تجنن ريحتها طالعة بتجنن وعلما انه انا مفروض اتركه يرتاح زي ما حكيت لكم 24 ساعة لسميت بعد ما بسيته بس عشان ارجوكم لان انا محضرة كمية من كل اشي هيك العجينة اخدت معي كوبين بالظبط بدي ااجي اعتبر انه انا والله العجينة مش كتير مزبوطة معي 100 مية يلا هنا نطلع فاصل بدي ااخد كرة هو لسه بده شوية تعجم بس طلعوا لي على هالكرة بلفها مثل هيك طلعي لقيت طلعوا فيها شقوق اه صح اوك فيها شقوق برجع هلا ما بده حليب بالمرة بس لساته مش متشرب كل الكمية اه اوكي برجع بإيدي اه لسه قبل ميرتاح لسه هيو قبل عشان انا من اللق لفز ما بعرف اعمل اشي ابدو تعجين اكتر شوي بعدين برجع باخد كمان وحده قلنا تعجين اصحك كلمة تعجين لا مش تعجين تقليب تقليب تحريك مش عارفة لما باجي بعملها هي طلعوا لي عليها هيك انا لقلي ما بعرف بالقلب صراحة هي اه اه منها اهم اشي مايكو خلينا اخسر ايدي اسمعي ربحي هوم اوكي يلا عشان ترجع تورجينا بس خلينا شوف احنا مين ربحان معانا هلا بهذا الجزء من حلقتنا اكيد بجوائز من قيم اليوم خلينا شوف مين اول اسم رابح او رابحة معانا الرابحة معانا زهرة الف مبروكية بطاق جائستك في اي بس مقدمة في الجزيرة الف مبروك على هالجزء القيمة نشوف بين الرابح او الربحة التانية معانا بحلقه اليوم أكد كان昨نا معانا بل bism komma جائستك عبارة عن ٧ مقدمة من الهاتف الهوين ألف مبروك لالكم ولكل الربحون معانا لسا معانا جوائز كثيرة اوителя يجع ورجينا ب PRESID descent أرجوكم إليها ولكن غسلت إيديا لكي نرى ما هي لا يوجد أي شقوق ولا شقة وإذا أريد أن أبدأ أشكلها، أظهروا متماسكة منيح ولم تشغل أيضا لا يوجد شقوق هذا يعني عجين تيميح يجب أن نتركها ترتاح أول ما أبدأ أشتغل فيها خمس دقائق بالضبط خمس دقائق ولكن نرجع من الفاصل، سترتاح حتى الخمس دقائق ونعمل حشوات الثلاثة وأرجوكم كيف نشكلهم يلا فاصل نرجع إذا رجعنا لكم مرة أخرى أهلا وسهلا فيكم بكل اللي نضمونا هلأ كمان اليوم حلقتنا عن المعمول كيف ممكن نعمله بأحسن طريقة وأسهل طريقة وأكتر طريقة مضمونة فكل اللي ما حضروا لنا وتابعونا من البداية لازم تفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك عمان تيفي كيتشن عمان تيفي أوفيشل لحتى تشوفوا الحلقة وتطبقوا طريقة المعمول اللي عملنا اليوم يعني لدرجة أنه أنا تحمست صدت عم فكر أعمل معمول كمان فإن شاء الله والله عندك تعمله تعملي نعم أقولها جعبالي أنه أعمل كفتة اليوم أقولها لأنه أنا نزلت لحالي وصفي قبل شوية بالله هي هلأ محمد قتيش وأنا عم بحكي عنها فوت يحضرها على الفيسبوك هلأ هلأ نزلتها صراحة شاهدتني عليها كفتة بالطحنية كفتة بالبندورة صوانية وأنا عملت صواني على مين يوم كبان كل بديكي عشان تحسي فأقولها أنا أنا نزل الوصف صورتها قبل رمضان أنا أقول إشي صورت برمضان من التعب السراحة فأقولها وصفات جهاز تقبل رمضان فالمهم فلما نزلتها اليوم تذكرتها حسيتها كثير زاكية فراحة من خمز الطابون عندما شفت الفيديو شوية كايكة زيتون فهمي؟ شوية تشوف الحار تغميس محمد شوف الفيديو وبعدين يحكي لي إذا عن جد رح تشهروا أنا كنت عم بقولها أني مرة جربت عملها وما حسيتها ضبطت معي فأخذت برجع الفيديو أنت نزلتي وبرجع بجرب حزن هل المعمول؟ أو كفتة؟ لا شوية هل ملحقة؟ أو أأجي هنا اليوم؟ أعرف وأنا أردتنا كم عشابي خلصنا كيف طريقة العجل المعمول؟ أمورها امور تماماً رائعة يجب أن تتجنن. يجب أن تتركها خمس دقائق. الناس ستعمل معمولها اليومين. خلاص. تجو كثير شوب. صح. شوفوا ما أحلى هذه العجينة. طلعوا. أنا العجينة كيف أعرف. طلعوا. طلعوا. هيها. شوفوا كيف ما أحلى. طرية. طرية وتتجنن. وبعدين طلعوا. أهم شيء زي ما حكيت لكم. ما يكون فيها شقوق لما تشكلوها. ولما حتى أجي أعملها هيك. شوفوا. لما تفردي ما يكون فيها شقوق. ومش سايحة يعني مش سايحة. في ناس تكون مرأة معها. بصير صعب تتعمل. لا قادرة تشكلها ولا قادرة تعملها. اسمع ما شاء الله. من كتر من السميد لأنا استخدمته رائع. أنا بستخدم السميد فرخاء. أنا بالمعمول بحب السميد فرخاء. بس أنت بتحب السميد خلال الله بزبط. بس أنت بتحب السميد نعم بزبط. بس أنت قلت لكم كمية الدهن راح تزيد. وأنك تتركيه مبسوط لفترة أطول راح تزيد. أوكي. هاي بكفيها 24 ساعة تركتيه 24 ساعة 28 ساعة تركتيه 3 أيام. النتيجة واحدة. حلو. تمام. طيب نروح على الحشوات يا مروا ناخدهم على السريع. عشان نعمل منه كعك أساور من نفس العجيرة. بس رح نضيف لها نفس العجيرة إضافة زيادة. ناخد المعادير. نعم. لحشوة العجوة راح نحتاج كيلو عجوة مطحونة معلقة كبيرة هيل معلقة صغيرة قرفة معلقة صغيرة جوسطيب رشة كبشة قرنفل معلقتين كبار زبدة أو زيت زيتون. أما لحشوة الفستق فرح نحتاج 250 جرام فستق حلبي معلقتين كبار سكر بودرة ربع كوب ماء زهر من الدرة وأطر. أما لحشوة الجوز فرح نحتاج 250 جرام جوز معلقة كبيرة سكر بودرة ربع كوب ماء زهر من الدرة وأطر. ومعلقة صغيرة قرفة. يعني الصراحة الصراحة. ما في أحلم من أن الناس يتنمروا عليك. صراحة صراحة. وتكون أنت مش فارق عندك. أنا بظبتك شعوري هلأ بتم التنمر علي وأنا مش عاملي حالي عايزي. هني اتنمروا والله أنا مسكيني ما حكيت لأنهم تنمروا علي معاكي. بس تضحكي. يعني. بس حبيتي بتضحكي. طيب دينا هلأ سيب. بره التالي رح أرجع أذكركم أنه الليل رح اي رح أخليها لبكرة. والله يعني أنا هني بحكي لكم خليكم خليكم انتو حرين. هلأ سرنا 90% ما رح ياخدوها. لا زادت النسبة كمال. لأنه سرنا شوف المشاهدات قدي بتجن. لأصلاح مش. من فوق تعبي. بزيمة وقت عنا. إذا رامي 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 رامي. اللي أنا وياه شلبلة رامي رامي المخرج. تعفوك. نارفه. رامي بحكي لي بيز بالله شكلك تعبان. والله العظيم إنه يعني دي أقول لكم هذا رمضان دخلته مريضة. وحقيقي إنه. لأنه شغل 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 كمال وحب مرتع. وأول مرة بحياتي يصيبني تحسس وتعب زيادة لها الدرجة. لأنه كان عندي كتير شغل قبل رمضان. ولازال عندي كتير شغل فمش عم برتاح. المهم. نيجي لعمل حشوة التمر. مبدئيا كل حدا كل حدا كل حدا بحط على التمر. دقة معمول بقول له غير رأيك. كل حدا. ما حدا يحط دقة المعمول على التمر. كتير غلط. ما تزعلوا مني. ما رح تعرف الفرقية إلا لما تغير النكهة. انتي خلاص إذا تعاودي على نكهتها. تعرفوا قل دقة الكعك إش هي أو كلفة الكعك في ناس. تقول لها شومر ينسون ومستكا ومحلب. ليس زاكيين. ليس زاكيين يعني حتى ولا محل في العالم بحطوا عليهم دقة الكعك. كيف تحب أن تضع التمر؟ الوحيد الذي يجعل التمر زاكي ومتعارف عليه من زمان جداتنا وأمهات. بحس. 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 هيا لكم بس حشوة الفستق وحشوة الجوز نفس الاشه بس الفستق بالذات بحب القرفة. بحس. بحس symbol العنف. ه وأنا دايما كمان رح أحط عليه قرفة إني انا بحط له كل خسف كيلو من الجوز بياخد معي معلقات صغيرة من العنف. وبحب أحط عليه ماء زهر ولما أو ماء ورد اللي بدكم إياه ومعلقتين السكر هدولة عشان يمسك ببعضه وبعدين بعجنهم بالعسل وعسلات الحلوين اللي انتوا شايفينهم هدولة أكيد أنا برضو جايبيتهم من الدر يا الله الدرات سلة المنتجات هدولة رائعة كبيرة وحلوة هلأ بحطهم ولازم يسيروا معاي زي العجينة عشان لما أقدر أحشيهم جو الكعك يزبطوا معاي الطريقة حلوة يكونوا مسكين منيح بالضبط وآخر حشوي عندي هي حشوة الفسوق الحلبي لأنه الفسوق الحلبي لأنه بعد هيك أنا وياكم إن شاء الله بدنا نشكل ست سبع أشكال للمعمول حلو حاضر أنا خلص والله خلصت رامي بس بدي أحطهم فوق بعض بأخذ بس الصحيم بس تحطهم فوق بعض يعني هو بس فسوق حلبي راح تخلط تعمل الخلطة بس يعني هي مش هيخد معا كتير وقت لا لا هي الثانية فسوق الحلبي برضو أنا هو أنا مجروش بقدر تحطوها بنفس محضرت الطعام الفسوق الحلبي بتلا ما بحب القرفة آآ ما بزبط معا ما بزبط نهائيا ولا هيل في ناس بحبوا يحطوا هيل بس الهيل راح يضغى على طعمه أوكي بس بتحطوا يا الله محلا راح يتماء الزهر جنّد الدرة رائعة وعندي هون السكر البودرة وراح أعجنهم برضو بالعصر عشان أعملهم عشاكل كورات أوكي بعد الفاصل آآ انتي بس لو تريم الغطاء آآ صح بعد الفاصل أهلا فلشتنا محلو محلو شفت يا رامي كانت لحطة ببيض الوجهه بدي أعجنهم بالعسل والعسلات برضو من الدرة يا جماعة هيك حشواتي صارت جاهزة كيف بنا نشكل هون بعد الفاصل سأعطيكم ست سبع أشكال للمعمول مو شكل واحد ستة لسبعة ونحن نعملوا كمان أساور بعد الفاصل حلو تمام إذن في معانا أكيد أسماء رابحين قبل ما نطلع فاصل خلنا نشوف مين الاسم الأول بهذا الجزء من حل إثناء مين الرابح أو الرابحة مونة البوريني ألف مبروك يا مونة جائزتك عبارة عن عدسات مقدمة من سيلينا إن شاء الله تتني فيهم ويكونوا الألوان أنت الألوان اللي أنت بتحبيهم خلنا نشوف مين الرابحة أو الرابح الثاني ليلى كمال ألف مبروك يا ليلى جائزتك عبارة عن باكيج من سيليا وهي باكيج كوزماتيكس وعناية بالشعر وبالبشرة وكل هاي الأمور أنا مقبلين على العيد فهل الوقت أنك تعتني بحالك وبجمالك أكيد لسه معنا كثير جوائز خلينا نشوفكم بعد الفاصل موسيقى إذا نرجعنا لكم عن جديد مكملين معاكم بحلقتنا حلقتنا اليوم كلها متخصصة بالمعمول المعمول اللي عيد أكيد اللي كلنا بنا نعمله بطريقة مضمونة بطريقة سهلة وبسيطة كمال لدرجة أنه أنا رح أعمل لهذه الدرجة حلا بحق اتفقنا أنمار بحضرنا ولا ما بحضرنا لا ما أظن الله لأخذ أصبايا جبوني نايلون الله يخليكم من المهم رح أروح أنا أعمل اليوم المعمول أحكي ولا ما أحكي ما لناش نحكي تفقنا المهم المهم بكل مضمونة ما تشرت علي دينا يعني مرات عندي حركات تنمر أنا لا لا كثير كثير يعني فوق ما أنا كمان بدي أساعدها بها الشغلة ما بتقولي قابس ما بتحكي مع أنمار ما بتقولي له لا لا كثير زودتها صراحة بس يلا معلش ننتحمل بعض المهم عشان تعرفوا تعملوا طريقة المعمولة هاي اللي سهلة كثير والمضمونة أكيد ستزبط معاكم بتفوتوا على صفحاتنا على الفيسبوك عمان تيفي كيتشن عمان تيفي أوفيشل تشاركونا وكمان تجاوبونا على سؤال حلقتنا لليوم من هو النبي اللي دفن في فلسطين وصميت المدينة على اسمه كل ما جاوبتوا أكثر على هذا السؤال وعملتوا شير للحلقة أكيد رحكم نصيبكم جوائز كتيرة وبنهاية الحلقة في معنا هاي الليرا الدهب اللي قلنا لكم إذا احنا ما منشوفكم شدين حيلكم مشاهدات عالية رح تروح معنا على البيت أنا صراحة تسعة تسسين بلبيت صرت رح تروحة حقيقي لأني زعلان كثير كثير يوم المشاهدات الحلقة والله أتعب عليها كثير وعمعملكم معها بكل تفاصيل عمعملكم أنجح وصفة معمول هي وصفة والدتي الله يرحمها الله يرحمها يا ربي الله يرحمها بالذات الكبة والمعمول ولا بحياتي عدلت عليه وممكن أزيد عليهم مثلا عيار السمنة أو الزبدة دي يطلع معي إنها مختلفة شي بسيطة ولكنها نفس عيارات أمي الله يرحمها مية بالمية بعمل معمول وأنا عملي 14 سنة ومن لما تزوجت من شي 16 سنة وأنا بعمل معمول ما أحلى يعني من قبل ما أسير شف ومعروفة كتير وكذا لما كبرت شوي وتزوجت ماما صارت بطل تحب تعمل بتصير فرفت روحك إنه بتدوا إيته طبعا أمهاتنا ما بعملوا زي حالاتنا كيلو واثنين كيلو لا ما شاء الله كميات أمهات اسم الله بعملوا ثلاث رطال مثلا رطل بالرطل هون عندهم لغة الرطل آآ بالرطل صح ثلاثة رطل رطل يعني ثلاثة كيلو الرطل عارف كيف فصاري فرفت روح وصرت أعمل أنا أكتر فعشان هيك صرت كتير شطورة بالذات بالكبلي والمعمول تمام هلا أنا عجينتي رائعة أنا بالبيت بشتغل لحالي إيدي لحالي وأيانا صبي البنت اللي معاي بتساعدني بس مثلا سبحان الله ما بتعف تناقش آآ طبعا بس مثلا تكوين لي كرات التمر كوري كرات التمر هدا القصص حلو فالكيلو بياخد معاي بالضبط ساعتين هاي او أنا سريعة وشطورة فإذا انت كنت بالبيت لحالك عشان هيك كمية الخميرة ما رح تكون كتيره هلا إذا كنت سمالك كتار واحد يلف كرات مثلا الفصو الحلبي واحد التمر واحد مثلا الف الكرات العجينة تحس بسرعة بمرأة تحس بسرعة بمرأة حلصة إذا كنت لحالك خفف كتير من الخميرة عشان رح تاخدي وقت وقت أكتر تمام هلا انا شوفوا لي ما أحلاهم انا بس بحب أشكلهم كرات حتى الفصو الحلبي هاي الفكرة انكم تعجنوه باللي هو خلينا نشوفوا العجينة هايها اللي هو تعجنوها بالعسن شكلتهم كرات هايك بظلها عجينة مرتبة بطريقة كتير حرورة هذول الجوز وهذول التمر ميجي على السريع على التشكيل عشان تعرفوا انا كتير بحب موضوع تشكيل التمر خلينا ناخد شكل شكل أول شيء العجينة بسم الله ما شاء الله رغم أنه أنا هلأ هلأ أبسيته بس لأنه نوع السميد فرخة رائع 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 الناس اللي بتبعت لي والله يا امتياز أنه أنا عملت كل طريقتك بس طلع معاي المعمول شو أشوفهم أحلى العجينة تجنن الله هاي هاي تطلعوا طلعوا مع جملها بدي أخذ هاي التمراء ببعتوا لي امتياز مهم أنه العجينة تضلها معاي هلأ شوف العجينة هيك تسعة تسين بالمئة رح تكون معاك ناشحة وطرية وحلوة حلوة عشان تطلع معاك طريقة لفترات كتير طويلة الفرن كتير مهم أفران الكهرباء أنا ما بحبها للمعمول من الآخر صح أفران الكهرباء ما بحبها للمعمول بفضل إنك الفرن العادي أو فرن الغاز أو فرن العربي ولازم يكون حامي الحرارة تكون عندي وسط وأحطه على النار مباشرة نفترض أنا ما عني غير فرن كهرباء بدك تحمل الفرن كتير منيح قبل ما تستعمليه المعمول ما بحب الحرارة الهادية المعمول ما بحب الهواء هلأ بحكي لدينا شفتي كل المعمول لأنا عارضتها هات هات صلت تقريبا ساعتين معروض وعننا إحنا هون الاسي شغال ليش حرارة كتير قليلة هاته تقريبا أعطيك كمان ساعة خلاص ناشف ها صح ما بتحمل يضلب الهواء المعمول يا جماعة طريقة تفاصيل شوية مختلفة حطيت العجوة عندي هاي أمتعت العسل نفسها بحبها بعملها لأنه فيه ناس بإصبعهم بزبط والصراحة يعني هيك عشان طلعوا كلهم نفس الشكل هاته الأخوة جبلياهم من الجزائر هاته جبتهم من دريمهم حلو تمام اللي موجود عنكم فأنا محب أشكلهم بأكتر من طريقة التنين عادي هلا بحكي لك الفرق بس طلعوا كيف بميلها شوي شوفوا العجينة مع أحلاحة طلعوا العجينة لما تكون ممتازة بتساعدك تشكل بتساعدك كل شيء سير عندي هذا الشكل خليك كمان معي واحدة نيجي على شكل ثاني برجيكم أكتر من شكل معاي بالليوم عشان الناس بتحب تشكل شوفوا العجينة عندي رائعة فقدر أتحكم فيها بكرسوه حاضر حبتين طيب ما هوني أشكال لازم يتفاوض ما بتقدر طيب هاي بطلا بدي أعملها شكل مختلف تماما بصبح شيها أنا بالعادة بشكلهم كلهم كرات عشان عجينة ترتاح قبل ما أشكلها وهو الأفضل عشان تثبت معاكم بطريقة كثير أحلى هاي مثلا طلعوا من الجنب تنقيشة تانية هاي هاي تنقيشة تانية من الجنب أنا بموت بالتنقيش لدرجة لأنا عاملة أكثر من فيديو للتنقيش لأنه مشكل حدا يعرف ينقيش بصومة وفي كثير راس تطلع لك بطريقة معمول بتجنن بتجنن بعد يتلاقيها مش عارف يتنقيش فأقول إن خاصي كل الوصفة مو زابطة فاهمي علي بعدين برجع بحطه من فوق كمان هاي شكلها حلو كثير هاي طريقة مختلفة والتنقيشة مختلفة كتكوتة بس الشكل إسان أرامي رامي رامي بس هاي سمع 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 احكي لي شغلت بس الحب نفس العجين اللي منقشة يعني شو منقشة بلك في طعامها أعجاد بقول لي اللي منقشة مو منقشة مختلف طعامها تعالوا شوفوا هاي زي ما هي أنا ما بدي أعمل مثلا ما عندي هاي ما بدي أدل عملهم فتحات بالنص أنا عندي سبعة بقولكم ثمانية وعشرة كتير بحب بعملها زي ما هي هيك ايها شايفيتها زي ما هي بتميلي منع الجناب ضلك ما شيفيها اه راح تطلع معي وردة هي المثلا اه لعوا كيفه اليوم الصراحة عبد الله مبديع اه مبديع لا أصل للنص تطلع معي شكل أي ده ممكن تعمل يعني مثلا يمثلا日本 الفستق الحلبي شكل الكل fill أنا أعددهم بطريقة كاما من اخرى مختلفة تماما نطلع Beauty ocracy يلا تطلعن ربح اذا في معنا كما اللي رابحين قبل ما نطلع على الفاصل انشوف الاسم الأول غازي مازن ألف مبروك يا غازي جائزتك عبارة عن قسيمة مقدمة من مطعم بوراك ألف ألف مبروك يا غازي نشوف فيه كمان اسم ما عنا كمان اسم اوكي نشوف بقي الجواز أكيد بعد الفاصخ ونطلح فاصل للجواز أهلا وسهلا فيكم عنا جديد رجعنا لكم أكيد بأخر جزء من حلقتنا وتقريبا هيك صرنا مخلصين كل شيء وسيفرجيكم ممكن آخر طريقة تنقشة رح تعملها الشف وأكيد إحنا معاكم عبر صفحاتنا على الفيسبوك عمانتي بي كتشن عمانتي بي أوفيشال واللي ما لحق إحدى الحلقة الحلقات بظلوا موجودين على السوشال ميديا بترجعون لهم بأي وقت حتى تشوفوا طريقة الكعك الأسهل والمضمونة أكتر انت فرجتين كيف عملت العجبة ونقشتها شو بدك تعملها؟ برجيتهم ثلاث طرق كمان أولب كلها المنقيش كلها تبني دريم هوم عندي مثلا حسنا أرجيكم على الصباح إذا العجينة اسمها يا حرام بارح برات أخوي عندي حبيباتي فقال إيش بالليل بدهم مدقوا في هذا فأطلب خدوا دقوا لقيتم الجيران إن شاء الله رح يرحلوا أكيد أكيد يعني كيف تحملوا فقالت لهم نقشوا أحسن لكم هذا مثلا من عمر ستة عمره كتير كبير ولما والدتي الله يرحمها توفت أخذ كل شيء لإلها حتى صورها حتى كل إشي كل إشي فهذا عمره بقولكم من عمر ستة تخيلوا فالمهم إذا كانت العجينة عندي ممتازة ورائعة كل اللي بيصير رح تقلب تفرد معي بسرعة هلأ في ناس تقول لك حطي جرابة في ناس تقول لك حطي نايلون كل واحد بقول لك شكل يا جماعة مدانة العجينة عندي رائعة ولا إشي بديك تحطي ولا إشي بديك تحطي ولا لزقت ولا إشي ولا لزقت ولا بسلها ولا إشي بدي أعبر جيكم هذا وهو شكل الشجرة اللي عم بعمل هذا بحبه للفستو أنا بحثه لطيفة كتير خلينا أقولكم حشيت هاي مثلا فستو كيف تعمليها هيك أول إشي بدي بين إيدي بس أميلها زي هيك تصير معي زي هيك تصير بالطول أكتر بعدين بدي شوي أميلها للجوة تصير معي هيك حلو بالنص خلينا ناخد منقاشي مثلا التاني أي منقاش بدهم إياه بعمل خط هيك تمام بعدين كل إشي أنا بحبه يكون شوي مايل هاي عشان يبين أكتر هذا كتير كبير هي هيك العجينة يا جماعة والله بتساعد يعني الإشي المهم بالموضوع أنه العجينة بتساعد خذوا صلا لما تكون زابطة وأمورها تمام بتسهل عليكي طلعهم أحلى حبيتهم هذول طلعوا مثلا عملنا هذا الشكل هاي وشايفين مثلا وردة عملنا مثلا هذا الشكل أنا اسمي بحشقة حلو صراحة مملو بزهق بس بعشعون بس لأشكلك بتتفنن فيه يعني من قلبك بتكون عمت نقشي طبام بدي أعمل كمان شكل عندي هاي الجوز لو ما بدي أعملها بالأوالب نفس الأشي بحط هاي حط فيها كله أنا بعمله كورات كله فبسهل علي بس طلع كيف بعملها زي الطبة هايها مثل الطبة بعدين ببلش من تحت أعمل بدي أحكي لهم عن إيلا أكيد لازم أحكي لكم عن إيلا لأنه إذا انتوا لهلأ ما عملتوا حساب بنكي على إيلا اللي هو أبليكيشن بتنزلوه على أي تليفون عنكم بيكون راح عليكم كتير لي لأنه إيلا رح يسحبوا بكرة على خمس وعشرين ألف دينار كل اللي عليك هلأ 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 تنزل أبليكيشن عندك على التليفون وتحط خمسين دينار وإن شاء الله تربح بكرة بكرة خمس وعشرين ألف دينار وعندنا جائزة سنوية الكبيرة أكيدية مئة ألف دينار وعندنا جائزة في شهر أربعة وخمس وست وسبعة اللي هي تسعة تلاف تسعين 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 دينار إلى عبارة عن أبليكيشن منكي هو تابع لبنك يا جماعة بس بانكك بإيدك يعني تضطري تروحي مشوار لا 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 بانك بإيدك كله عندك على التليفون طلعي هاي كمان بحب طريقة تنقشتها هذا والبعمل فيه مثلا هاي أوكي حسيت أنت الجوز تعمليها أعلى بتكون شوية من العجلة بالله ما عليك كثير حلوة هاي مثلا جوز هاي فوسو بجنة ليش مسكتها بالغلط أنا هاي مسكتها بالشقلوب طلعي ما أحلاها موهيك للي إله مراء أو معناس اللي ينقشوا معاه كمان تقدر تتفنن آخر الأشي رامي لازم أحكي لهم بحطهم على الصينية غير مدهونة وما فيها ورق زبدة ولا أشي المعمول لا يحتاج ورق زبدة ديروا بالكم بصير ورق زبدة يصحب الزبدة أو السمن اللي فيه لحالها بالصينية الحرارة تكون 200 ولازم يكون قريبة على الحرارة ما يكون بعيد بالنص دي الكيك فهمت عليك إذا كان فرنك عربي أضبط اشي للمعمول أكيد الفرن العربي أو فرن الغاز العادي أول ما تبلش تلاقيها لازم ترفعها تحمرها لأن المعمول يأخذ لون حتى بعد ما تطفي النار يأخذ لون حلو فمجرد ما أخذت لون خفيف من تحت ستجدوا أن اللون غمئ أكثر من هذا المنظر الحلو أريد أن أخبرهم عن ريل سوق ريل سوق عبارة عن متجرك الإعلاني بين إيديك عبارة عن ريلات تطلع لك كل الفيديوهات التي تريدك إياها ريل سوق هو تطبيق أردني فيه كشركات إعلانات سألق لكم أنت كأنت حاب ترى إعلان معين عن بيت عن أرض عن سيارة عن أواعي عن أثاث مستعملة جيدة ستجدونه عرير سوق ولكن هم عملوا لكم الموضوع بطريقة جميلة لأنه يجعلوا الموضوع يكون ممتع صح صح وأنت تتفرجي على الفيديوهات ترى إيه لقاطت بيت حلو لقاطت سيارة حلوة فرير سوق أيضا تطبيق تنزله على التليفون فكرته كثير رائعة 100% الآن زمن الريلات ونحب أن نرى فيديوهات يعطينا تفاصيل أكثر ونحس حالنا أنه جد تشوفنا على الواقع وعلى صورة التطبيقات أريد أن أتحدث عن تطبيق أشيائي لأنه يسهل عليك لحتى تشتري كل الأغراض اللي بدك إياه وإنت قاعد بالبيت وإلا تطلع بالأزمة بدل ما تطلع تتأخر إنسيتي غرض ترجع تطلع تجيبي الغرض أو تستني حد يجيب لك إياه وإنتي قاعدة بالبيت وتفتح الابليكيشن تشتري الأغراض لديك إياها من التنظيف من أغراض للبيت من كل شيء ممكن أنت تحتاجيه وبيوصل لك على باب بيتك وإنتي قاعدة بالبيت وأمورك بتكون تماماً وسهل كتير إحنا هيك إحنا هيك خلصنا حلقتنا وخلصنا حلقتنا المعمول المهمة كتير اللي ما حضرها بدل يحضرها بعدين أنا بظل موجودة على صفحتنا على الفيسبوك يعطيك ألف عافية يا شاف الله يعافيك يا حبيبتي بعرف قدي المعمول بتاعي يعطيك ألف عافية لكل حضرنا وتابعونا إن شاء الله نشوفكم بكرة بحلقة جديدة من الفطور الثهور باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة